موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين استدل بعضهم على عدم جواز التقليد بأن هناك روايات تدل على أن مجاوري قبور المعصومين عليهم السلام هم من ألد أعداء أهل البيت عليهم السلام بل هم ألد أعدائهم وبما أن المراجع مجاورون لقبور أهل البيت عليهم السلام فمعنى ذلك أنهم أعداء أهل البيت عليهم السلام بل هم ألد أعدائهم وحقيقة هذا الدليل من الأمور المخجلة حقيقة يعني أنا أخجل أن أطرحه أصلا لكن المشكلة أن هؤلاء بقمة من الجهل والمشكلة أن الناس لا تقرأ الناس يستمعون من هذا ومن ذاك ويصدقونه مباشرة لا يقرؤون على كل حال هذا من الأدلة التي استدلوا بها ولعلها مكررة كثيرا من الأدلة التي استدلوا بها على عدم جواز التقليد وهذا الدليل هذا حاصله هو أن المراجع مجاورون لقبور أهل البيت عليهم السلام وهناك روايات تدل على أن المجاورين هم ألد أعداء أهل البيت عليهم السلام والروايات نقلت بألفاظ مختلفة عن الإمام علي عليه السلام هم قالوا أنا لا أقول أعوذ بالله رواوا عن أمير المين عليه السلام أنه قال إن من أشد أعدائنا هم مجاوروا قبورنا مجاوروا طبعا خطئ لكن أنا أقرأ كما نقلوا خطئ نحويا ورواوا أيضا مجاوري قبورنا ألد أعدائنا مجاوري أيضا خطئ لكن أنا أقرأ كما ذكروا وأيضا رواوا شرار شيعتنا سكان قبورنا هذه ثلاث روايات تقريبا مؤداها واحد وهو المجاور لقبر أهل البيت عليهم السلام هم ماذا هم من ألد أعداء أهل البيت عليهم السلام أو من أشد أعدائهم لكن عندما تبحث عن هذه الروايات وحقيقة تعبت في الباحث لا تجد لها أي ذكر في كتب الشيعة بل وغير الشيعة أيضا تجدها فقط صادرة من بعض هؤلاء المنحرفين في هذا الزمان يستدلون بها على ضلال المراجع وكأنها آية منزلة من الباري عز وجل هذه الروايات لا أساس لها من الصحة من يجد هذه الروايات فليعلمني من يجد لها مصدر فليعلمني بها وفي الحقيقة هذه الروايات لا تسيء إلى المراجع بل تسيء إلى أهل البيت عليهم السلام هل يعقل أن هذه البقاع الطاهرة للمعصومين عليهم السلام النجف كربلاء سامراء المدينة هذه توصف بأن شرار خلق الله تعالى يكونون فيها لماذا؟ يعني هل يعقل أن كربلاء والنجف والكوفة وما إلى ذلك تكون محطا لشرار خلق الله تعالى وتلك البقاع التي يعصى الله تعالى بها يوميا لا يكون فيها من هو أشد أعداء أهل البيت عليهم السلام لا أدري يعني الإنسان إلى هذه الدرجة يفقد عقله إلى هذه الدرجة الضمير ينتفي من الإنسان بحيث يكذب على أهل البيت عليهم السلام بهذا المستوى كم من الروايات التي جاءت وبينت أن هذه البقاع بقاع شريفة فلماذا يكون الساكن فيها هو من ألد أعداء أهل البيت عليهم السلام بل ألد أعداء هذه الرواية مجاور يقول قبورنا ألد أعدائنا عجيب حقيقة عجيب أقرأ بعض الروايات التي وردت في شرف بقاع قبور المعصومين عليهم السلام جاء في تفسير العياشي عن أمير المؤمنين عليه السلام أول بقعة عبد الله عليها ظهر الكوفة لما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجدوا على ظهر الكوفة وجاء في كتاب فرحة الغريل ابن طاوس اشترى أمير المؤمنين عليه السلام ما بين الخورنق إلى الحيرة إلى الكوفة من الدهاقين بأربعين ألف درهم فقيل له يا أمير المؤمنين تشتري هذه بهذا المال وليست بتقاط كأنما أرض لا تصلح للزراعة فقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كوفان يرد أولها على آخرها يحشر من ظهرها سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب واشتهيت أن يحشر في ملكي اشتهيت أن يحشر في ملكي هذه ملك لأمير المؤمنين عليه السلام وسكانها يكونون أشد وألد أعداء أهل البيت عليه السلام أيضا في كتاب فرحة الغري نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى ظهر الكوفة فقال ما أحسن ظهرك وأطيب قعرك اللهم اجعل قبري بها والروايات كثيرة في هذا المجال أن هذه البقعة التي فيها قبر أمير المؤمنين عليه السلام من بقاع الجنة وما إلى ذلك لا أريد أن أأخذ وقتكم كثيرا فقط أكتفي من ذلك ببعض الروايات جاء في كتاب المزال الشيخ المفيد قدس الله نفسه عن الإمام الصادق عليه السلام إن لموضع قبر الحسين بن علي عليه السلام حرمة معروفة من عرفها واستجار بها أجير وموضع قبره منذ يوم دفناء منذ يوم دفناء روضة من رياض الجنة ومنه معراج يعرج فيه بأعمال زواره إلى السماء إلى آخر الرواية روضة من رياض الجنة وسكانها يكونون أشد وألد أعدائه للبيت عليهم السلام بأي حكم هذا لا أدري أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام في نفس الكتاب حريم قبر الحسين عليه السلام خمسة فراسخ من أربعة جوانب القابر خمسة فراسخ يعني ما يعادل 27 كيلو أو يزيد من أربع جوانب هذا هو حريم قبر الحسين عليه السلام 27 كيلو من أربع جوانب هؤلاء الذين يجاورون الحسين عليه السلام هم من ألد أعدائه أهل البيت عليهم السلام الذين يسكنون في بقعة من بقاع الجنة يكونون من ألد أعدائه أهل البيت عليهم السلام عجيب حقا عجيب أيضا ذكر الشيخ آغة بزرق الطهراني في الذريعة رواية نقلها في المعنى قال إن مجاورة ليلة عند أمير المؤمن عليه السلام أفضل من عبادة 700 عام ليلة وحدة تجاور أمير المؤمن عليه السلام أفضل من عبادة 700 عام طبعا لم يقل العبادة بجوار أمير المؤمن عليه السلام لا مجاورته فقط هذه أفضل من عبادة 700 عام هل هذا الفضل كله يكون لألد عداء أهل البيت عليهم السلام؟ حقيقة المنصف لا يمكن أن يتفوه بمثل هذا الكلام والذي يخاف من الله تعالى لا يمكن أن يتفوه بمثل هذا الكلام لكن هؤلاء تعودوا على الكذب على أهل البيت عليهم السلام ولا ورع لهم يحجزهم عن هذا الذنب العظيم وهذا حقيقة هو حال من لا يتبع المراجع من لا يتبع المراجع هذا حاله هو يقضي عمره في الكذب والتدليس على أهل البيت عليهم السلام أغلب الروايات التي ينقلونها هي مكذوبة على أهل البيت عليهم السلام وقد ذكرنا جملة منها وسوف يأتي أيضا ما يزيد على هذا شناعة وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين